في عالم مليء بالألوان والإشارات هل تسألت يوماً لماذا يتصدر اللون الأحمر قائمة الألوان عندما يتعلق الأمر بالخطر والتنبيهات؟ من إشارات المرور إلى ضوب فرامل السيارة إلى إشارات الإنذار في سيارات الإسعار واللون الأحمر لسيارات المطافي ومعظم إشارات الخطر والتنبيه تكون جميعها باللون الأحمر يبدو أن اللون الأحمر حاضراً في كل زاوية يلفت انتباهنا بلا كلين أو ملل لكن ما هو السر وراء اختيار هذا اللون؟ مرحباً بكم أعضاء ومتابعي قناة الفيزيائي التعليمية في هذه السلسلة من حلقات فكر فيزيائية التي نقوم فيها بطرح موضوع من حياتنا اليومية ونقوم بتفسيره من خلال الظواهر الفيزيائية التي درسناها ومن خلال هذا الفيديو سوف نكشف الأسباب الفيزيائية التي جعلت اللون الأحمر ملك الإشارات التحذيرية والتنبيهات ونفهم لماذا يتفوق على الألوان الأخرى في لفت الأنظار وحماية الأرواح كما سأترك لكم في نهاية الفيديو سؤال بسيط متأكد من أنك سوف تتوصل إلى إجابته بعد متابعة الشرح حتى النهاية الآن ما الذي يجعل اللون الأحمر مميزا جدا إلى هذا الحط؟ وكما هو الحال دائما ستساعدنا الفيزيائي في اكتشاف ذلك دعونا في البداية نوضح أن اللون الأحمر هو أحد مكونات الطيف المرئي للضوء الأبيض عند تحليله باستخدام المنشور وكما نعلم أن لكل لون من ألوان الطيف طول موجي يميزه ويحدد خصائصه ومن ملاحظة زوايا تحلل ألوان الطيف المرئي عبر المنشور نلاحظ أن اللون الأزرق له أكبر زاوية تحلل بالمقارنة مع اللون الأحمر الذي يمتلك أقل زاوية تحلل واختلاف زوايا تحلل الضوء هذه تكسب الضوء خاصية تعرف باسم التشتت الضوء وهنا تكمل الإجابة على سر اختيار اللون الأحمر كلون مميز للخطر والتبهات ودعونا نوضح الأمر بشكل من التبسيط ظاهرة التشتت الضوي هي ظاهرة ينحرف فيها الضوء عن مساره المستقيم عند استضامه بحاجز ما مثل حبيبات الغبار أو جزيئات الغاز أو بخار الماء ويتم إعادة توجيه شعاع الضوء في اتجاهات مختلفة بعد تصادمها مع الجسيمات الموجودة في الوسط وهناك قانون يحكم ظاهرة التشتت ويسمى بقانون رالي للتشتت ينص هذا القانون على أن تشتت الضوء يتناسب عكسيا مع القوة الرابعة للطول الموجي للضوء والسؤال الآن هل نريد أن تتشتت إشارات الخطر والإنذار؟ بالتأكيد لا نحن لا نريدها أن تتشتت أو أن تتشتت بقدر أقل لذلك يجب أن تستخدم جميع الإشارات المؤمة والإشارات التحذيرية مثل إشارات الخطر والإنذار لون يمكن رؤيته من مسافة بعيدة حتى يمكن إختار الأشخاص وتجنب الحوادث المؤسفة لذلك نحتاج إلى ضوء لا يتشتت كثيرا ويكون في النطاق المرئي ومن كامل الطيف الكهروانضيسي هناك الطيف المرئي للضوء والذي يمتد من لون الأزرق الذي له أدنى طول موجي إلى اللون الأحمر الذي له أطول وأعلى طول موجي في الطيف المرئي حيث أن الطول الموجي لللون الأحمر يقع في النطاق ما بين 620 إلى 750 نانومتر في حين أن الطيف الأزرق في حدود 320 إلى 400 ومن هنا يتبين لنا أن الطول الموجي للضوء الأحمر أكبر وبالتالي سيكون له تشتت أقل بكثير من تشتت الضوء الأزرق ولذلك فإن الضوء الأحمر سيبدو في الظروف الجوية التي يكون فيها الرؤية منخفضة أكثر وضوحاً بالمقارنة مع أي لون آخر فمثلاً لو كان الجو فيه ضباب أو دخان أو أمطار فكل هذه عوامل تساعد على تشتت الضوء إلا أن اللون الأحمر له أقل تشتت وبالتالي هو الذي يستطيع أن يكون واضحاً في هذه الظروف الجوية من الرؤية المنخفضة لذلك يعود اختيار اللون الأحمر كأفضل لون للانتهزيرات والتنبيهات لأنه يمتلك أقل درجة تشتت في الطيف الكهرماناطيس وفي الختام يظهر اللون الأحمر في حياتنا اليومية أكثر مما نتخير ولكنه يصبح بطلاً لا يضاهى عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على السلامة والتنبيه للخطر في المرة القادمة التي ترى فيها إشارة حمراء عندما تكون في سيارتك أو عندما تقود سيارتك أو عندما ترى ضوء إنزار تذكر أن هناك علماً دقيقاً وأسباباً فيزيائية جعلت هذا اللون هو الخيار الأمسل استمتع بالتأمر في هذا اللون النابض بالحياة وتقدير دوره الحاسم في حمايتنا ومن هنا نكون قد وضحنا السبب العالمي لاختيار اللون الأحمر كلون مميز للخطر سواء في فرامل السيارة أو في إشارات المرور أو في لافذات التنبيه ووضحنا أيضاً ظاهرة التشتت الضوي الآن بإمكانك أن تعرف الإجابة على السؤال التالي لماذا تبدو السماء زرقاء اللوني؟ اكتب إجابتك في التعليقات ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحتى نلقاكم في حلقتين قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته